يمكننا البرنامج من استخدام خاصية التجميع Grouping لإنشاء بناء شجري للبيانات، حيث تعمل هذه الخاصية على تجميع السجلات التي لها خواص متشابهة. ويمكننا عمل تجميع للبيانات باستخدام عدد من الحروف الموجودة في حقل نصي أو باستخدام نطاق من التواريخ أو نطاق من الأرقام داخل حقل رقمي. ويمكن للمستخدم استعراض وفرز وتصفية السجلات المجمعة Grouped Records، ولكن لا يمكنه إضافة أو تعديل أو حذف أي من هذه البيانات. ولهذا فإنه إذا أردنا تعديل البيانات داخل الصفحات Data Access Pages، فإنه يجب عدم تجميع بيانات هذه الصفحة. فإذا أردنا على سبيل المثال عمل مجموعة Group داخل صفحة البيانات الحالية باستخدام الحقل Country، وذلك لتجميع وعرض بيانات جميع العملاء الموجودين في كل دولة، نضغط على الحقل Country لاختياره، ثم نضغط على المفتاح Promote من شريط الأدوات Design Page. فيتم عمل تجميع للبيانات باستخدام الحقل Country، ونلاحظ ظهور جزء خاص بعرض بيانات الحقل المستخدم في عملية التجميع داخل النافذة. كما تم ظهور شريط Navigation آخر خاص بهذا الحقل. ولمشاهدة ناتج هذا التجميع، نضغط على المفتاح View، فيتم عرض الصفحة داخل النافذة Page View. ونلاحظ أنه تم تصنيف العملاء تابعاً للدولة، حيث تظهر أسماء الدول في هذه الصفحة. ويظهر مفتاح بداخله العلامة Plus على يسار اسم كل دولة. ويظهر في أسفل الصفحة الشريط Navigation الذي يسمح لنا برؤية باقي الدول داخل هذه الصفحة. وبالضغط على المفتاح Expand على يسار أي من هذه الدول، يتحول المفتاح Expand إلى المفتاح Collapse. ويتم عرض العملاء الموجودين داخل هذه الدولة. ويظهر شريط Navigation آخر للتنقل بين سجلات العملاء الموجودين بهذه الدولة. ولإخفاء سجلات عملاء هذه الدولة، نضغط على المفتاح Collapse. ويتم عرض سجلات العملاء الموجودين داخل أي دولة بنفس الطريقة. ويمكننا البرنامج من إلغاء عملية التجميع إذا أردنا ذلك. ويتم ذلك بالانتقال إلى طريقة العرض Design View مع التأكد من اختيار الحقل Country الذي استخدمناه لعمل التجميع. ونضغط على المفتاح Demote من شريط الأدوات Page Design. فيتم حذف الجزء الخاص بتجميع البيانات. كما يتم إزالة الشريط Navigation الخاص بهذا الجزء من النافذة. وبعرض الصفحة داخل طريقة العرض Page View نلاحظ أنه قد تم فك مجموعة البيانات التي قمنا بإنشائها.